موسيقى مساكم الله بالخير اهلا بشاهدين في البيداء بودكاست من فندق البلازة ومنتقع بهذه الحلقة الان شاء الله الماتعة مع صاحب الكلمات العذبة الذي يقول عذب المشاعر يا قوافي صادفي يلقوا في صادفي عن قصد او من دون ملية الوجات طوفان شاعر صانع محتوى ايضا يبحث عن الفلسفة يبحث عن المعلومة اليوم سعدنا بلقائه في البيداء بودكاست وارحب بالكاتب والمتحدث اللبق بحسن بن محاد بن مسلم قطن اهلا بك يا طوفان وانا سعيد جدا بهذه المقابلة وبهذا الشاب الخلوق الذي دايما يحادثك بكل مفردة في لها عمق وفلسفة تعطيك مفردات جميلة إن صح التعبيل اهلا بك دكتور سالم وشكرا على هذه الاستضافة وشكرا على هذا الاهتمام وهذه المساحة اللي اتحتوها لي هنا في قناة البيداء ومن خلال شخصك اولا نشكرك على كل حرف قلت في مقدمة هذه هذه المقابلة واتمنى أني أكون على هذا القدر بإذن الله وعند حسن ظنك شكرا لك ومشاهدين وابو محمد إن صح ليقل بو محمد أنت ابن السبعيني الرجل والدك كان كبير لما أنت أتيت وأيضا ربما أقول لك ربما امتثلت لهذه الحكمة والتسامح والمفردات للناس الكبار لما تأخذ منهم أنه ربما طوفان دخل في هذا القيانة بهذا بالنسبة للمشاهد أنه هذا الرجل لم يأتي هكذا نوع من العبط أو بمعنى بصدفة يعني بنته محطات جميلة وأعيش معاك أبو محمد أنه محطات جميلة من خلالها أريد أن أؤكد للشباب أنه الإنسان لم يأتي هكذا من فراغ بل هي عبارة عن تكوينات كانت عائلية مدرسية أيضا محطات أيضا وطنية فدعنا نبحر في هذا القيانة فعلا أنا من حسن حظي أني جيت نتاج معركة أدبية حتى والدي الله يرحمه ويغفر الله والدي كذلك كان قبل أن يرتبطوا بينهم قصايد رديها ونتاج هذه القصايد حدث الزواج وأتيت هنا إلى الحياة فعلا أنا نشأت في بيت تقيبا كان والدي الله يرحمه ويغفر الله في السبعين من عمره لما أتيت إلى الدنيا واستفدت من 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 رجل خلط تجربة كبيرة في الحياة أصبح يفكر بعقلية مختلفة عن عقلية الشباب عقلية الإنسان كذلك في فترة منتصف العمر ربما عدى تلك المراحل إلى مرحلة الهدوء والسكينة والتسامح وأخذت من هذا الجانب كثير جدا في حياتي وربما واجهت بعض الصعاب بأن أجسد ما أخذته في النشأة على واقع أتعامل فيه مع ناس في مستوى عمري لأن عادة الإنسان الكبير في السن وأكثر تسامحا وأكثر سموا وترفعا عن الخلافات وعن أن أن يؤثر كذلك على شخص بأي شيء سلب فأنا أخذت هذا وأسقطتها لا إراديا في سن شبابي عنفواني مليء بتحديات ومليء كذلك بالنزع إلى ظهور حتى إلى تغيير إلى آخره فهكذا تأسفات ربما تنصدم أو تتوقف أمام كثير من الأبواب تذكر الأبيات تذكر الأبيات التي صاد فيها النتائج الأدبي التي صاد فيها تشي عندك شيء من الأبيات لا تذكر هي بالهجتنا بالغتنا لكن ليست في القصيدة الأخرى ما حافظها بشكل كامل فربما تطرح مستقبلا لكنها أعتز بها كثيرا والناس كذلك في عادة العرب عادة العرب تحل مشاكلها بالقصايد وتتزوج بالقصايد وتتحارب بالقصايد والعكس كذلك فالشعر العربي يكاد يكون هو كل أشكال الفنون لدى الحضارة العربية يكاد يكون فكل الفنون هي عبارة عن شعر وهذه من طبيعة الإنسان العربي يعني يكون أن يستخدم الشعر في أمور الحياة المختلفة مولد تسعين ألف وتسعين أنا مولد تسعين كل أول مرة وذي عن نعم سنة كم يعني شهر كم وأنا جيت في يوم سعيد جدا وجميل على الوطن جيت بعد 18 نوفمبر بيوم في 19 نوفمبر نعم وين يعني في صلالة في أي مكان نعم مولد ولدت هنا في صلالة وعشت أول خمس سنوات من عمري هنا ثم كانت هناك نقلها نوعية إلى الجبل وعشت يعني كنت من المحضوظين اللي أعشوا بين الطبيعة وفي أحضانها وأستمع لصوتها صباحا ومساء ربما شكل كثير هذا في في خيالي وفي انطلاقي إلى إلى الحياة التي لازلت منطلق فيها يعني بعد خمس سنوات بعد خمس سنوات في منطقة سمهيش؟ في ودي نحيز وفي مكان انتساس نعم كنا تقريبا في المكان اللي نسكن فيه طبعا فيه سكان بس على بعد نحنا ممكن الوحيدين لكنا نسكن هناك ثم أجي الناس يعني لكن كان فيه سكان قبلنا طبعا بس أكثر من ستمية كيلو وقل قليلا بس هايك الفترة ما فيه كهرباء ما فيه ما فيه شوارع فيه شوارع رئيسي بس وكانت الحياة هناك حتى المغيب يعني بعدها المركز فرق لما ننزل نتعشى ونزل من هناك يعني أذكر مرة صار انه شخص جانا ليونبئنا بخبر توفاة أحد من أخواتي خالي بس أخو والدي الله يرحمه وأذكر انه كان توفي العصر وما فيه تلفون يعني فهو وصل الخبر فعارف انه فيه حرمة من قبيلة أخرى هنا تسكن فين حيث هو جير وسمع انه فيه حد من أهالها مات فجاء يصحينا ساعة عشر بالليل لما ضرب الباب أذكر اني لما وصحيت من نوم شفت الساعة وشفت الساعة عشر الله يقول هايه الساعة عشر كأول مرة في حيث نشوف الساعة عشر بالليل كني الآن نشوف خمس الفجر أو أربع الفجر كذا واندبقنا بالخبر واخذنا في سيارته إلى مرباط يعني وفعلا كان الخبر صحيح يعني كانت الحياة بسيطة ومن حسن حظي اني عاشت هذه الحياة يعني بدون كهرباء بدون كهرباء يمكن لثلاثة أربع سنوات من سنة خمسة وتسعين أتوقع الكهرباء جت في بداية الألفية عندك في هذه المنطقة ايو ألفين ألفين وواحد اللي هو أحداث سبتمبر كنت شاهدها في شرق كنت ما كانت في كهرباء في شرق بس كان ووصل الكهرباء عندنا 11-9 أذكر الحدث 11-9 11 سبتمبر أحداث قاعدة لما هاجمت أبراج الثجارة كانت الكهرباء بعدها ما وصلها للجانب الشرقي لكن كانت أتوقع أنه واصل عندنا في الوسط فهذه اللحظات على الفانوس محظوظ جدا أني عشتها يعني يعني خمس سنوات أو سبع سنوات تقريبا خمسة وأربع يعني ممكن تستدعي لي موقف أيضا قصة معينة أيضا أعطتك غير الدق هذاك بالليل والعزاء والله تلك يعني ما أذكر منها تفاصيل كثيرة يعني تستحق ربما الذكر يعني لم تكن تجربة مختلفة يعني كان الكل يمر تلك المرحلة سوانك اللي كان في سن بس كانك أنت لما قلت لي أنا عشت أنا محظوظ محظوظ لأنه الناس في المدينة عندهم كهرباء وعندهم محظوظ أنت محظوظ رحت إلى بدونك جربت تجربة رائعة جدا شي تقدر تقول أنه نقلات محظوظ قلت يعني كيف كلمة هذه أنه أحد يشوف نوع متشاوم بس أنت سويد نفسك محظوظ أنا محظوظ بتجاربي أنا أرى نفسي محظوظ أن يأخذ التجارب بعيدا من كانت هذه التجربة في نظر الغير يعني صعبة أو جميلة فأنت مش قضيت بنفس المعنى لكن تعيش فترات واختلفة بينها نقلات نوعية شي مهم جدا بالنسبة لي يعني من لا كهرباء إلى الكهرباء من قبل النت إلى بعد النت هذه أشياء بنسبة لي أنا أركز على هذه الفترات يعني فأراها أني محظوظ أني عشت هذا النقلة نعم وأنا بطبيعة أحب التغيير يعني بعد وصلت لمرحلة 97 الصاف الأول في نفس المدرسة في مدرسة تنحيز شي أنا أيو درست في مدرسة تنحيز درست هناك درست في مدرسة تنحيز ما تذكر شي هي مدرسين فترة طبيعية جدا يعني لا في مواقف أنا أنا متعمد يعني حسن أنه أعيش أنا الشباب المرحلة هذه اللي صنع المحتوى ربما من المحاولات الشعرية وأنت تشوف نفسك تقول أنا البحث عن المعرفة والفلسفة أنا متعمد أنه أعيش هذا هذا الإنسان إنسان طبيعي وعاش في بعض الأشياء في تحديات صحيح ولكن بيصنع نفسه أنه كيف يكون شخصيته يعني من خلال هذا الطبيعية والمعيشة اللي عاشها بشكل طبيعي أنا مات من كوكب فيه نعمل الدعاء لا صحيح يعني أنا أرى أنه تجربتي في الحياة لا زالت في بدايتها يعني الآن حاليا لا زالت تنضج وتكبر فزين أني أستدعي بعض ما يتشابه يعني الظروف التي تشابهت فيها مع أقراني ربما تفيد من هو أصغر مني ليس من هو أكبر مني يعني ربما فأذكر أنا مهوس بالتقنية كنت وأذكر إذا جت ساعة كاسيو جديدة فيها كذا زرين مختلفين ثلاثة أيام ما أنا حاول أفتحها من هنا وهي فيها ساعتين يعني توقيتين مختلفين وفيها ساعة موقت والأربع عشرين ساعة شي محدود جدا فهوس جدا أني أشوف هذا المنتج وأتفحصه ولما أجد التلفزيون كذلك الدش هذا بوثرين وعشرين قناة يعني هذه أمور كان لها كانت تصنع اللحظة في تلك اللحظة على بساطتنا وبساطة العيش اللي كان الكل يعيش في في ذلك المستوى يعني وأتوقع أنها فترة جميلة للكل لنتغيير مكان كبير مش الآن الآن أصبح كل حاجة شبه مكررة موديل هاتف قبضها السنوات ونفس موديل هاتف الآن أصبحت التقنية ربما في مراحل تحتاج إلى نقلة نوعية والنقلة نوعية قادمة يعني أب وام وأخ وأخت يعني كنا خمسة أفراد نتقاسم الأكسجين في ذلك المكان الرائع نعم ولكن أنت ابن الرابعة صح؟ أنا اللي ابن في العائلة هذه صغيرة الزوج الرابعة الرابعة يعني لأساس المشاهدة أنت ابن الرابعة أيوة الذي أتت بنتائج أدبي كما قلت أيوة نتائج أدبي فعشت أنت أخ وأخت وأبوين نعم فارق الصن كان كبير بيننا لكن كان تعامل معنا رائع جدا تعامل أنا من عمري ممكن ثمان سونات ويتعامل معي والدي كني إنسان كبير في السن وكان ويتمعي يحبني لأنه ابن هذاك الرجل الكبير يعني هذه من الأشياء أنا محظوظ فيها ليس لشخصي يعني لما أكن مميزا جدا حتى الناس تحتفي في فيني بهذاك الاحتفاء كان فقط لأنه والدي إنسان كبير في السن وعنده طفل صغير كذا يمشي خلفه فطبيعي جدا الناس تحب هذا الطفل وتحتفي به وهذا اللي ربما ساعدني كثير ما يوجد صعوبة يعني صعوبة في انخراطي بعدين في الميتماء الكل صار يعرفني قبل ما أنا أكبر وأنخرط في الميتماء نعم هذا ساعدني كثير يعني الفضل كله يرجع للوالد يعني وبعد ذلك بعد ذلك صار تقيس قمسان في السماء كنت شاطر في المدرسة لكن لك أنا مصلت إلى ثالث ثانوي طلعت الخيط والإبرة وبدأت تقيس أخيط القمسان يعني فكرت أني أكون تاجر وخرجت بالمدرسة في الثالث ثانوي نعم تركت المدرسة وقمت بتجارب كذا تجارية لا تتناسب مع شخصيتي المتسامحة يعني اللي استغيتها في طهولتي وأكد لك يعني عرفت في كل شيء إلا تجارة يعني بعد سنوات اكتشفت أنه ليس مجالي وبدأت وبدأت وش يعني في فيما أنا عليها الآن هذه الفترة كنت منهمك جدا في متابعة كل ما هو جديد في العالم كنت يعني في 2009 إلى 2011 جدا منهمك متابعة الأخبار القوايا القنوات الوثائقية قراءة أذكر أقلى بعض الروايات قراءة كتاب يعني كتب محدودة تلك الفترة لكن كان عندي هذا الشغف أني أعرف وأعرف وأعرف أكثر وأكثر وأتطلع يعني بشكل مستمر ولازال مستمر معي هذا الشغف ولو يعني لم أصلي لما أسمو إليه يعني الآن لازال رحلة طويلة يعني لكنني باحث دائما مضطرب دائما في البحث كل يوم في شان كل يوم أبحث عن شيء أذكر أني ربما بحث حتى في فيزيال كم فترة طويلة من زمن حتى أعرف تصرف الذرة كيف تتصرف يعني تصرف الجزيء في الذرة كذا فضول لأنه مسألة أخر يعني نعم أيها مسألة فيها شيء من الفلسفة وريد أن أعرف يعني لماذا يعني ممكن تطرق لها في سياق آخر لاضطراب هذا البحث ما هو دوافع الداخلية يعني قلق كأن الريح تحتي كما قال المتنبي قلق على قلق على قلق كأن الريح تحتي نعم الدوافع أنا عندي فضول من نشأ المعرفة ربما بسبب عدم توفر الممكنات في ذلك الزمن يعني الزمن ليس ببعيد يعني لكن لم يكن في ممكنات مثل الانترنت أذكر أنا تصفحت الانترنت ممكن من عمر صغير يعني لما أجل تظهر لديك مقاهي النت 2004 ربما 2005 بدأت تصفح الانترنت من قوية للناس اللي في سنة كنت دائما أتصفح الانترنت حتى قبل اليوتيوب اليوتيوب جاء 2006 أتوقع فهذا وفعلا كان فيه اضطراب أبحث كل مرة عن شيء كل مرة عن شيء ربما هي رحلة بحث عن الذات يعني لم أكن أرضى بالحياة العادية ولا لان يعني ولا زلت أن أكون إنسانا عاديا نمطيا يعيش ليتزوج ويتوظف ثم يموت يعني ما كانت تعجبني كثيرا هذي طوفان في غرفة الولادة مجمعنا تيامرون بأحد يعني ربما من هو طوفان خب أخبرك يعني في ناس يبدول في شخص توقع بيت سعيد سمو سالم طوفان أتوقع كلقب ربما يتيامرون بهذا الشخص ووالدي هو واصل يسمي كل شيء يلقب أي شيء حتى بيتنا في الجبل سماها نزوة سماها سماها تنوف نزوة في المدينة كل شيء يسميه يعطيه لقب وهذه استراتيجية عنده عشان لما تجيه كبير في السن وكان نظر شوية ضعيف عنده فلما تجيه تشارع له من أنت تقول أنا فلا بل قوله أنا طوفان إذا جيته مرتين أنا أجز منك أن الثالثة راح يعطيك لقب عشان تعرف بنفسك بسهولة وهذا سعاد لي محظوظين فعلا أنا أخوي مسلم اسمه التقليك واحد اسمه غني كذا وهو عادة هذه اسمات تحفيزية أيضا جدا جدا لا وتساعدك كثيرا الناس تحب الأشياء الغريبة كذا والسهلة ماركة براند يعني نحن ماركات تقول لك جيب اسم غير مألوف ولا يستخدم لكنه يرزخ في العقل فهو كان ربما من هذا النوع خدمني كثيرا في ترميجان نفسي طوفان من أول ولادتك طوفان ما اخترت له نفسي وما اعترضت لاحقا عليه لا لا بالعكس لا ما أريد أحد يسميني إلا طوفان طوفان نوح يعني ليهدم ما وهل في طوفان إيجابي ما عذرا يعني طوفان تاريخه في الشعوب طوفان نوح كان إيجابي جدا أما الطوفان اللي حدث في 2005 تسنامي لا أما طوفان نوح هو من غير البشرية كلها و تعرف القصة الشهيرة يعني سيدنا نوح هذا قراءتك أنت يعني جدا هو حدث مفصل في تاريخ البشرية كلها وفي كل الديان ترى طوفان نوح هو حدث إيجابي يعني وقصص ويلفون عليه قصص كثيرة والغراب والحمام التي ذهبت واتت على رجلها وحل يعني ألهم البشرية هذا الطوفان عشان نقمع أيضا أحسن في الموضوع لما أنت انتقلت من مرحلة ربما الفانوس والتعليم اللي فيه نحيز ذهبت على طول بباشرة ليش السبب انتقالكم إلى الإنترنت وشفت لأنا كنا في الخريف نزل صلى الله أنا في الخريف نزل صلى الله فكنت أرتاد دائما في 2013 كان نزل نهائي من الجبل بشكل نهي بس أنت دائما طول الخريف في الخريف نزل هنا من سنة 90 إلى من 95 إلى 2013 إلى 2013 بعدين 2013 استقرار بداية 2014 بداياتك مع الإنترنت كانت تمكن 2004 النت عمري 14 السنة بس اللي حفزك لماذا تذهب للنت كنت تقدر تقول إلى 2011 كنت لا أحكم عقلي فيما استلقي فيما أتلقى فقط جمع جمع بعدين حدث أنه جت فترة 2011 اللي مرت على الشعوب العربية فكنت أستمع جدا للأراء والأخبار والإذاعات وصلت في حالة شتت وهذه رسالة للشباب الآن ما يحدث في ذلك الفترة يحصل الآن في تويتر في ترندات وفي وفي محاولة السيطرة على العقول للناس الأدلجة وما تسمى البروباقندا أنا ما كنت متبه لهذا الشي فكنت متشتت جدا في تلك الفترة ما عرف أنا شريد ما هي التوجهات ما هي النقلة النوعية اللي راح تحصل فكنت مضطرب جدا حتى وصلت مرحلة من اليأس فأذكر أني أخذت دفتر ما كنت أعرف أنه استشفاء بالكتابة ما كانت مرت عليه أخذت مفكرة وبدأت كل يوم أسجل ما اقتنع به في تلك الفترة وجدت نفسي بعد أربع أيام أني يكاد لا يكون هناك خيط نظم للأفكار التي كنت أعتقدها في الأربع أيام فقط سبب تسمى الخبر السيء هو خبر جيد فمثلا سقوط طائرة في مكان الماء هو خبر سيء للأعلام هو خبر جيد فيركز عليه تركيز عالي جدا حتى أنت كمشاهد يسيطر عليك في هذا الخبر تنام تلك الليلة من كثر التركيز العلام تجزم وتحلف ربما بأقوى حلف عندك أن أسوأ أو أسوأ وسيرة تنقل فالعالم هي طيرة وتنسى مئات الآلاف من الرحلات الآمنة التي تحدث بشكل يومي أو بسبوعي هذه هي تستخدم كذلك للسيطرة حتى تغزو كثير من الشباب الآن تركيز يعني الخوارزميات التواصل الاجتماعي تهاجم الدول من خلال هذه الترندات ومن خلال تأثير على عقول الشباب وإندفاعهم وما سمعت شيء مندفع متحمس يعني وأي شيء يثيره إذا لم تكن منتبها لم يكن عندك حس وطني عالي جدا من يعني الاحتمال لك تنجرف خلف تيارات أنت لا تعلم ماذا وراها بس هدفك أنت في 2011 لما قيت الجماعة وقلست معاهم على أساس أنه ما كان فيه توقف أنت لا أنا كنت ورقة بيضاء أكتب فيها ما شئت يعني في تلك الفترة إلى بعد بعدها تعلمت يعني بعدها انتبهت لأنه يجب أن أفكر يعني من الضروري جدا أنه كل ما يدخل في عقلي أنه فلتره وأنه أعطي رأي الشخصي فيه فانتبهت فانتبهت بعدها لجوانب كثيرة وربما يعني هي محطة من محطات المستمرة في حياتي والتي إن شاء الله تستمر ما بقينا يعني بس الموالد تسعين اللي حين بيسمعني يا أبو سيد حسن يعني كيف يفلتر كلماته عميقة وفلتر وإنه يفلتر نفسه ويشوف موضوع مش سهل ربما المصطلحات أصعب غريبة أنت بسط الشباب يعني شباب يعني أنت وصلت لمرحلة أنه ربما يقول يعني أطرش مع زفة أنا كنت في لا أكبر من سنك إنك تعملت محيص مو سهل إنك تقبل أي مفردة إذا ما كنت انتمي إلى تيارات كانت تيارة فكرية دينية وغيرها أكيء هذا مواضيع كبير يعني جدا 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 بعدها فترة فترة داعش أذكر وأثرت على الشباب كثير في الوطن العربي ويعدل أنا أتصدق عذيك الفترة حتى أساس أني أوضح هالفكرة كيف كنت أتعامل في تلك الفترة شفت ناس ضجت مع هذا فتعمقت حتى أعرف من هؤلاء وجدتهم سذج جدا ناس سذج جدا هذا الفكرة والتاريخ عرف كثير من هؤلاء عرف الأزارقة في زمن سابق وعرف فاللي غير محمي ولا يفكر ولا يعطي العقل مساحة ليفكر عندما يستلقي يتلقى تلك الأفكار من السهل جدا أن ينجرف بل من السهل جدا أن يمارس ممارسات سيئة لأنه هو يسلم عقله شوفوا العقل يحب هذه الأمور عقل البشري يحب أنك تسلم وتعمل متابع العقل آخر هذا العقل هو اللي يقودك هذه من أشياء مسلمات العقل الجمعي يحب أن يعمل متابعة لفكر معين أو إنسان مفكر واحد يتشدق ببعض الكلمات خاصة من يحبون هذا يعني أعمل له متابعة من عقلي هو اللي قال صح أنا صح وعندما أناقش أحد أناقش بأفكار فلان ليس بأفكاري وأنا أظن أنها أفكاري وهذا الشي شوفناه كثيرا حتى في بين فترة أخرى يعني نعلم هناك ناس ربما أتحدث عنهم في وقت آخر لا بس الثوابة اللي خلاتك أنك أنت تكون متزن يعني إيش ركايزك أنت المهم جدا إنما أنه 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 لنشباب يركزوا يعني هل هي دينك هل هي وطنيتك أو غيرها من الأمور أنا ما أعرفها يعني صراحة والله أنا كنت باحث عن التزان وفلازلت في هذه المرحلة بحث عن أن أكون متوازنا قدر الإمكان وهذه شي صعب يعني ليس من أسهول أن تكون الورق أيها نعم لكن أنا كان يخدمني أني أرى لا أرى لا أبحث عن المسألة من وجه آخر أبحث دايما عن المخالف حتى في مسايا الحساسة ترى يعني مش خطير خطير نعم لكن ما تدخل بصعوب ما تدخل يعني مراحل ما ندعو الشباب لا 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 في البداية لا أنت يجب أن يكون عندك ثواب بعقيدتك بسلامك ودينك وبحقية هذا الدين لأنه هنا يدخل جانب كثير ومهم لأن يغزو العالم في هذه الفترة خاصة في تيك توك و يعني هناك معتقدات كثيرة مركزة جدا على الشباب هناك موجة يلحات قادمة إن لم تكنوا قد وصلت يعني و من يعني غمس في هذه الموجة هو الذي لم يكن عنده محصنات في عقله هناك من يقول لك يأتيك يعني أول حاجة عشان ينصف هذا الشيء يقول لك ينصف مبادئ العقل الضرورية يقول لك ما في شي ضروري قد يكون الجزء أكبر من من الكامل يعني قد يكون تكون يعني يقول لك إذا جاك شخص قال لك أنا الله اسأله ما الحجة ما الحجة بدل ما تأخذه إلى مستشفى المجانين ف هذا الغزو الصفصطة يعني لو أعطيناها تعريف الصفصطة الآن تغزونا بشكل غير غير عادي وغير مسبوق والشباب كثير ينجرف في هذا الجانب ينجرف ببداية من من حب تطلع وثقافة و ويرى أنه هذا ثقافة وأنا مؤمن أنا مسلم لكني أؤمن بأن لا يوجد هناك مبادئ عقل الضرورية و يعني أمور لا يمكن أن نطرق لها الآن بعمق لكنها من هذا الجانب يعني فلهذا السبب لو كنت أريد أن أن أنبه على شيء وأن كنت ربما لست في مقام تنبيه الآن لكن أن يكون الشاب هو صغر مني طبعا ومن دفع للحياة أن يكون عنده مبادئ عقل الضرورية و 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 ما تدعو له صفصطة هو أول حاجة تنصف هي المسلمات لا يوجد شيء مسلم فيه كون أنك مسلم الدين الأخلاق التي يعني من الآن يهزأ بها ويقول مثل العليا ليس لها قيمة هذه صفصطة أخرى يعني وأن تكون على قدر عالي جدا من المسؤولية تجاه ذاتك ومجتمعك ووطنك لأنه كثير من يعني ربما يحمل هذا الجانب أنت مسؤول أمام مجتمعك أن تكون إنسان جيد ليس اختيارا أن تكون إنسان خلوق بل إجباري أنك تكون إنسان خلوق ف هذه هي المسؤولية الاجتماعية والوطنية تجاه هذا الوطن اللي احتضننا تجاه هذه السلطة التي نحبها وتحبنا من هذا الجانب من هنا انطلق من هنا أليس أيضا انطلق أنت الآن رجل يعني عشت في منطقة بسيطة أو معنى في نوع من التحديات والحياة بس كيف وصلت لهذا العقلية يعني أنا أريد أعرف يعني في قراءات معينة في توقف معين في مثلا قدوات قدامك غير الدين الأخلاق يعني الأعراف القبلية اللي أيضا تعلمك هذه الأشياء الجميلة إن شاء الله أني أكون على طريق الوصول إن شاء الله رغم أنك تتعمق في أشياء ربما خطيرة لدى ربما لكن ربما أنا خدمني الحظ أني تطلعت عليها في سن مبكر بس فقط يعني هي مسألة حظ ربما يأتي شخص آخر الآن ويتطلع هذه الأمور من حرف وربما يتقدم أكثر كل الخطوط جائزة لكن أنا أحاول أن أعرف الفيل تحاول أن تعرف ماذا الفيل الفيل أيها جميل لو نفرض أنه في غرفة فيها أربع أشخاص لم يروا في حياتهم فيل فيل شكله هذا الطبيعي وفي غرفة مظلمة والفيل وسط ما يشوفوه وقلت لهم كل واحد يمد يده على اللي أمامه عشان أن يتعرف عليه فمسك واحد الخرطوم مسك واحد الذيل واحد مسك الرجل من الأسفل واحد لمس البطن فليلمس الخرطوم وفق بيئته وطبيعته وما تلقاه من هذا الحياة يقول أنا مسكت أنبوب ماء مثلا ولي مسك الذيل رح يقول أنا مسكت حبل وليمس الرجل يقول جدع نخلة وكذلك الجدار مع من مسك أو لمس الجسم الآن قنعهم أنه أنت غلطان لا يمكن أن تقنع هو وفق طبيعته ويحساسه وما لمسه دون أن يراه يشعر يقينا أنه من لمسه هو جدار وأنه الغبي اللي بيجنبه هو اللي كيف بيقول حبل وهذا كيف يفكر المخطية ربما كلمة غباء أيضا لا لا أنا لطفتها هناك من يكفر على هذا الجانب من يخرجك من فمن هنا تبدأ صراعاتنا كبشر أو كأبناء فكر معين أو ميتماء معين لأنه أنا عشت في بيئة مختلفة يعني من هنا تجد بروفيسور أو طبيب يعبد بقرة لأنه بيئته قد تجد وهذا وارد هناك من يعبد فارحة هو إنسان علمي فمن هو المثقف أو المفكر هو من يسمو حتى يرى ماذا كان في الغرفة وينظر في الصورة الحقيقية لا أقول لك سموت ولازلت ولازلت في زن مبكر حتى أسمو لهذا الجانب لكنني أحاول قدر الإمكان أن أقف على الطريق يعني أنا أقف وأسمو لأنظر لأتعرف على هذا الفيلم سؤال هنا اللي تبادل من خلال الكلام الدين قلت من ضمن القيم أي الدين الحقيقي كيف أعرفه في ظل الدين الحقيقي جميل وغير سؤال مهم يعني كشاب يعني وتبحث في هذا الجانب في ظل الجماعات الفكرية الموجودة فبالتالة من أنا كيف أقف من هو على الصلاة المستقيم كما أنت الآن طيب أنا أعطيك مثال لشخص خارج من الدين يعني لا يحسب على دين الإسلامي وعرف الدين في جانب وفق نطرة الاستشراقية صيد لاني جوستافو لوبون في كتابه حضارة العرب اللي أنصف فيها العرب كثيرا في تاريخه في جزئية ذكر ذكر الفتوحات الإسلامية وقال أنه ما كانت الناس تدخل الإسلام خوفا أو بسبب السيف وما كان الانتشار الرهيب للإسلام بسبب بالقوة يعني بل كان بسبب عدل هذا الدين وبساطة فهمه وأن الدين سهل تمسك أي مسلم في أي مكان مقصرا أو ملتزما من استطيع أن يعطيك وصول الدين قال كان السلام الخمس وانتهى دين سهل بسيط من خلقني هو أدرى بماذا يجب كيف يعيش ما هو النظام الأنسب لي وبعلم أن الإسلام هو رسالة لجميع الشعوب فهو استوعب الجميع ومناسب لجميع فالدين يعني أنا أنظر له من هذا الجانب لكني لا يمكن أن أعطي حكما كذا للشباب في وجود مختصين وفي وجود ناس علماء يعني أفنوا حياتهم في خدمة هذا الدين ف لكن كشاب يجب أن يكون عندي هذه النظرة الجميلة الواعية المستوعبة لدينه لحضارته ولعظمة هذا الدين من بعد هذه التوجهات هي تبقى هل هي مثل الفيل؟ هل ممكن أيديولوجيا في بعض الثيارات؟ ربما 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 بعض الثيارات ربما بعض الثيارات بس هو نفس الفيلي شوف الطائفي كذا الطائفي لا يعرف سوى ذيل الفيل وخارطومه لأنه ليس من العقل أن يكون إنسان طائفيا إلا إذا كان مستفيد ماديا وشعبيا حتى إذا طبقناها في الوضع القبلي كذا كلها على كل نزاع بشري لا يدخل هذا النزاع إلا مستفيدا ماديا أو معنويا أو لا يفكر لا يمكن غير الاثنين إن كان ذكيا فهو مستفيد وإن كان عكس ذلك فهو لا يفكر فلسفة التسامح جميلة حسن سيد حسن التسامح جميل لكن اللي ختم الوالد جميل لكن لها عواقب لها عواقب حقيقة في شي موقف لا ليس موقف بس لما تكون إنسان مزاج وغير متسامة ومودي أول شخص راح أعزمو أنت عشان ما تديني بعد العزيمة نفرض لو كان عندي هذا لكن الطيب اللي يعذرني واللي دايما يتسامح معي فربما يكون آخر المدعويين لأنه لا يشكل خطر والناس تقيس على هذا الشيء فكانت تقول العرب رجل لا يتقى شره لا يؤمن لا يتقى شره ولا يرجى نفعه يعني بدون ملح في نظر العرب وهذه شيء موجود لازال عندنا نحن أبناء تلك كثير من لو تقل تاريخ العرب تجد كثير من العادات لازالت انتقلت عبر السنين إلى اليوم ولازالت تمارس تقرى المن تقرى المن الشباب والله أنا من أصعب الأسئلة لا أرى نفسي تقرى المن لا أرى نفسي في محل أني أقترح جراءات لكن أنا أعبر فقط هنا عن رأي لأن استدعاء من بعض المفردات استدعاء التاريخ استدعاء مفردات من أنصفنا من أيضا الكتاب يعني هذا استدعاء لم تأتي من فراء وإيضا قبل فترة لما قلت أنا أكتب أفضل ما قرأت وأحفظ أفضل ما كتبت وحدث الناس أفضل أنا أقول فلسفي فلسفي جميل والله أنا أقرأ قراءات متنوعة وتطلعات متنوعة وقد لا أكون قاري نهم يعني كما يظن البعض لكني دائما بشكل يومي أمتطلع لما أكون في سيارتي أسمع بودكاست لما أكون في البيت وأفتح يوتيوب وأفتح حاجة تغذي هذا الفضول العالي بالنسبة لي لما أقرأ أقرأ في الأدب في علم الاجتماع من النادر أتجاوزي لثنين لكني هنا وهناك البيئة تساعدك الصديق يساعدك العائلة تساعدك ولا أنت تكيف ليس من الضروري أن تساعدك الناس يخي الناس مشغولة بأشغالها ليست حجة أنه إذا لم يقف معك أحد أن تقف وتتقاعس عن ما تريد لأن الناس مثلك عندها أشغالها وهمومها يعني من ساعدك جيد لكن ليس بالضروري أن يكون هناك من يعني يقف خلفك ليلتغطك إذا سقطت يعني يجب أن تكون متحمل المسؤولية مئة بالمئة عن نفسك في في رحلتك في هذه الحياة لكن من الضروري لكن حاجة جميلة أن يكون في في هناك من يساعدك ومن يساعدك يريد منك عمل يريد منك خطوة نحوه خطوة نحو النجاح حتى يرىك جاد يعني الناس تحب الإنسان الجاد في عمله لا يمكن أنك تأتي لشخص ينام طوال النهار ويسهر طوال الليل وتقول له تعال حتى لو تريد ساعده تعال شيل هذه الوظيفة أو خذ هذه السيارة اشتغل فيها إلا إذا شدت فعلا جاد وبيقوم الصباح حتى أبوك يريد أن يرى منك حركة وجهد فأنت في جانب تطلع مثلا لا تتطلع لا تقرأ لم تحدث شيئا في حياتك وتريد أن يقف معك الناس ويهدوك كتب ويقتر لا يبن تكون أنت مقبل على على كل شيء فهي سواء على المستوى رزقه وعلى المستوى تطلع أي إن كان يعني أنت مسؤول على نفسك مئة بالمئة بقيم كيف يوصل لدركة الوعي يوصل من السهل يعني هول السن له دور 18 سنة لازم لا 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 أتوقع هذا وهم أن يكون إنسان مراهقا وثم أن يكون هذا وهم بالنسبة لي الرحلات الشبابية تعال مرحلة طبيعية شوف ليس بالضروري أن تكون إنسان متزمت وتقرأ القراءة خصص لها أولا عليك أن تفهم أن القراءة ليست هواية على الناس بشكل عام لكن مغلوط قراري أن ما هو القراءة طيب القراءة ليست هواية حتى تهواها هو لا تهواها القراءة احتياج مثلها مثل ما والأكل مثل ما تحتاج بطنك لأكل عقلك احتاج إلى قراءة فأن تغذي عقلك بالقراءة نفسها كأن تغذي جسمك بالطعم فالقراءة احتياج كرهتها ما تريدها قدر الإمكاني أن تغذي عقلك سواء مش بالضروري أن تقرأ حتى في هذا العصر كنت بديتك أن تسمع فيديوهات وأنا كذا كنت أسمع أكثر ما أقرأ في كثير من الحالات ولازلت لازلت أحب لا أجد نفسي تقدمت ربما إلا السلم الأول في الدرجة الطويل جدا الذي طبعا لا يصل إلى نهايته جميل بعد هذا الفلسفة الجميلة اللي عندك يعني ماذا تريد أن تحقق يعني أنت الآن صرت ما شاء الله تركت ثانوية فترة وفترات وارقعت مرة ثانية والآن عشان الشباب تدرس الدراسة وأول سنة لغة عربية في جامعة الضفار صحيح هل يعني لك هدف أو لك مغزى في هذا الجانب في جانب الدراسة يعني ما ريد أقول هدف مثالي كذا لكن ما كنت أريد أذهب يعني ما كنت أريد أعيش وأنا أتخصص اللي أحبه والجانب اللي أحبه ما عرفت عنه بشكل كافي فأنا أحب الأدب بشكل كبير فما ريد أكون يعني أضيع عمر في قراءات سطحية أنا فعلا أنا قراءتي ليست عميقة يعني فدخلت خصص أولا لأنه قوي ذايقتي الأدبية وأتعمق بشكل كبير واللغة هي حاجة مهمة في الحياة يعني هي ما نعبر من خلالها عن مشاعرنا ما نحرب من خلالها من واقعنا هي ما يعني مساحة للرأي والرأي الآخر لأن ربما نتفق أن الحضارة بشكل عام تقف على أشياء كثيرة مهمة لكن نتفق على أنه أهمها هي اللغة التي تحضن كلها أولا اللغة التي تخاطب بها كل الناس ومن خلالها تظهر كل العلوم فأنا اهتم بلغتي أنا بالنسبة لي حسن يعني ليس يعني لا أدعو أحد يعني أن يصلك توجه يعني ولست مثالا إلى الآن يعني أرى أنه حتى أكون أتحدث من منطلق أني وصي أو أقدم صايح لا بلاكس لازلت أحبو فيما أسمو إليه لكن اللغة بالنسبة لي هكذا حاجة مهمة جدا وأريد أعرفها وأتعمق فيها ولازلت إلى الآن يعني سطحي جدا فيها وأتمنى من خلال هذه الجامعة نعم هذا مرحلة الجامعة بتعطيك شهادة بس أنت الآن في في تقديمك لنفسك الآن في اللغة الآخر قد يعلق في بعض تواصلك معي أنه أنت ربما لغة غير متمكن فيها مخارج الحروف صحيح كيف تتقبلها أنت جميل جزاه الله خير فبالتالي كيف تشتغل على نفسك أنت هل تتقبل هذا هذا الأمر يثنيك أنك ما تقدم شيء ولا أيضا تصلح ما عندك النقد النقد أو الانتقال إن كان مهم جدا هو اللي خليك شفت أنت لما تمشي سيدا حيانا تحتاج أن تضرب الحاجز يسار للأمام قصدك أساس يعني للأمام تحتاج حيانا أن تضرب الحاجز يمين أو يسار حتى تعرف تعرف أهمية الطريق المستقيم فجزاهم الله خير ينبهوني على هذا فعلا أنا لازلت في مستوى ليس بالجيد مستوى مخارجي للحروف ولغتي بشكل عام لا أراها تلك التي أسمو لها ولا عشرة بالمئة منها لكنني لا أخجل عندما أخرج هذه المخارج لأنها لم تكن باختياري هي بناء على بيئتي وعلى لهجتي ولغتي من مخارج أهروف هكذا لكنني لا أتوقف هنا من المعيبة أن أتوقف عند هذه وأكتفي بالعكس أن أطور وأسمو إلى إلى الثقافة العامة إلى الهوية العامة لنا كعرب بعكس أن أهرب من لغتي ولهجتي وهويتي إلى هوية أخرى مختلفة بتوصل إلى الدرجة معينة من التمكن من هذه المهارة من إخراج الحروف من ربما لأن المحتوى بيكون جميل حسنا أنا من الضروري هذا شيء يعني يجب أن أشتغل عليه ثلاثة أربع سنوات ممكن نقول حسن أتمنى أتمنى هو من ضمن الهداف المحتوى أنا حسنا فهمت من كلام ممكن المحتوى لابد أن يكون عميقا بلغتك بافتخارك بلغتك جذية لهوية مهمة تخرجها وسيلة أيضا تنتج منها الكلام مقوم قادر على العطاء والآخر يتخاطب معه صحيح صحيح وسرديا مهمة جدا طريقة الكلام وسرد حتى ربما هناك من ملء ساحة ضوءا ويقدموا أفكار ربما ربما نختلف مع كثير من هذه الأفكار ربما بعض الأفكار لا تتجاوز لا يجب أن تطرع أكثر من جلسة عادية لكن تطرع لكن فيه سردية معينة وسهلة يقدمها فيخرجها كأنها يعني شيء مختلف جدا ومدهش في ناس يعني قد لا تملك المعلومة الحقيقية أو الفكر المناسب لكنها تملك مفردات وعندها قدرة على على اختيار مفرد المناسب لتدهشك ونحن ضحايا هذا الاندهش يعني في كثير من الأحيان وربما أنا لما أنت قلت لي وصلت إلى هنا في هالمكان الستوديو قلت لي أخبرت شخصين الأهل والصديق نعم أريد أن يعيش معك قلوا من هو الصديق اللي يعرف لي حسن طوفان صديق وكيف كنت قبل الالتحاق بسلك العمل والتدريس وكيف كنت يعني هل الصديق ما زال ثابتين ولا أنت غيرت بعض المعايير أنت تغير الصداقة هذه والله أجمل ما في الصداقة أنها مجانية تأتيك مجانا ولو كان الصديق بفلوس أو بمال لما جبت ربع أو عشر ما أمل لك من أصدقائي يعني قيمتهم حقيقة يعني أنا محظوظ جدا بأصدقائي الصداقة صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني ويذكرني ذا ما غبت عنه وأنسى أوده طول الزمان لكن هذا المستوالح ربما أصبح مشوه النوعا ما هناك من من يعدد الأصدقائي سينا عنده عشر خمسة عشر صديق أو ربما يستوعب العدد أكثر وهذه مشكلة وفي دراسة توقع في ثلاثة وسبعين في مدينة نيويورك يعني عالم اجتماع ركز على جانب العلاقات واستخلص أنه العلاقات الصطحية من أهم العلاقات للإنسان وأنه العلاقة الصداقة يجب أن تكون محصورة على عدد قليل قدر الإمكان الإنسان دائما بحاجة لصديق لكن أن توسع دائما من علاقات الصطحية درس توظيف شوف نحن نقول هنا توظيف بواسطة ومحابة وإلى خير هنا في نيويورك درس مئة ألف حالة توظيف في المدينة آخر مئة ألف توظيف لسنوات طبعا هو بيدرس هذه الناس ويسألهم كيف توظفت وجد ربما أكثر من سبعين ألف شخص توظف عن طريق معرفة صطحية شخص يعرفه بطريقة معرفة صطحية والثلاثين ربما أقار أو بطريقة توظيف مباشر يعني كذا فمن هنا تكمن أهمية المعرفة الصطحية لما تكون أنت عندك 20 صديق يوميا معهم يوميا تجلز نفس الجلزة معرفكم نفس المعرفة لو أنا أريد شخص مثلا يشتغل في البيد مثلا فكلهم يعرفوا نفس الشخص أنا وهم العشرة نقترح أن الشخص هو أحد فقط لكن لو ستصل بعلاقاتك الصطحية اللي بعشرين شخص راح يعطيك اسم عشرين شخص مختلف هنا تكمن أهمية العلاقات الصطحية لكن عراقة الصداقة يعني هنا تعرفها على أنه الصديق كيف أتعامل معه نجوز في مطعم بشكل يومي وعلي أنا أستميت حتى أصل في الوقت المناسب أرمي أشغالي وأرمي أهلي وأرمي أشغالي حتى كأني على نار بعد العشرة أو الوقت المحدد أجري هناك وأجرس معه ولا لا أصدقاء وإذا غبت عنهم أو صرت أغيب بشكل متكرر إذن صداقة قلت عندي والوفاء قل بل ربما هناك يعني أنا بخبرني شخص شاب صديق لي قال أنا فتحت محل تجاري أكبر مشكلة واجهتها ليست مع الزبون بل كانت مشاكل مع أصدقائي يا أخي ما بتجي ليش ما تجي كأنه صداقة عرفت على أنه هي جمعة يومية يجب أن كي نقدر هذه الصداقة أن نلتقي بشكل يومي إذا يعني وصل إلى مرحلة قالوا لي أنت وتجارتك ومحلك كأنك بتجمع فلوس هذه أشياء كأنك بتجمع ملاهين يعني منها مثبتات يعني تحبطك يعني فإذا التفت لها كشاب و يعني واتجهت إلى المرح المرحة الكل يحبها المرحة الكل يحبها ما في شخص يحب من تطراته رح تتوقف رح تتقدم شيء وتعيش حياة نمطية سعادية مثلك مثل قرانك بشكل كبير جدا تغلق العلاقات بعض الحين إذا تمادت إنها تعدت على حريتك وعلى خصوصيتك وهدافك أكيد يجب أن يكون عندك فن أكيد يجب أن يكون عندك فن المسافات حلو حلو جميلة وعلى خصوصي معينة. حتى وان كان صديقي يعني. هتقول لي عبر عن مشاعر و لازم يكون خلاص يعني ملزم فيه يعني عبر انا خذيته يفضل فيه. مش مش تعبير عن مشاعر لا لا. تعبير مشاعر هو حق مشروع للكل. لا. بربما انا اسألك انت ايش معك خفاياك. ايش سويت في السابق. في ناس تحب عند هذا الفضول العالي. اللي لا املكه يعني. انا فضولي راح كله في مكان وخلاه لي حتى وقصر في جانبي يعني في بعض الجوانب. يعني انا اسأل عن حاله. فضولي كله من صبفي جانب البحث عن المعرفة. لكن هذا يعني مثلا انا اجلس مع شخص في حوار خاص. وحاول دايما نعرف ما ايش وطعك المادي كيف كان هلا كيف يشكس. لماذا تريد ايش. انا وانا ربما اممكن اول مرة في حياتي حدي يسألني هذا الشي. فبدأ وطلع وافضفث وازيد في العيار. بعد انت بعد اعجبك الوضع معي. رفتني خلاص مش متناسب انا اشعر اني منتمي لك. لاني اسألك دين. اشعر بهذا شي. الشخص اللي فضل. فيبدأ يلاحقك وتكثر معك هذه العلاقات التي لا ترغب بها لانك فقط تطفلت. كيف تتقن فن المسافة. فن المسافة لا تقترب حتى تنفر. ولا تبتعد حتى تنفر من من تحب. لابن يكون عندك مسافة يعني يعني يقيسها الظروف هي لمن تقيس هذه المسافة. ويعني شخص لم تختبره في موقف لم يضعكم القدر في في مواقف صعبة. يبقى معها على مسافة جيدة يعني. وترك تلك المسافة من يقربها هي المواقف. من تقرب هذه المسافة الى حد معقول يعني. خلقت بعض الملفات. من الطبيعي. كلنا نغلق ملفات. بما اننا نعيش يجب انت انت كشخص الان. طبيعي جدا. انا ما عندي عداوات معها حقيقة وهذا. لا اعرف اللي هي ايجابية او سلبية. حقيقة يعني. في ناس. لا تقنعهم تقلز عندهم تقول يا اخي انا مطلوبة التعليم. لا لا لا. انا انسحابي يكون تكتيكي. يعني يبقى الود. كم بقى معك لها من الصديق؟. عندي اصغار يعني صراحة. اثبتهم الزمن والموقف. وهم اصحاب فضل علي حقيقة. ماذا هم رايحون يعني. جدا رايحون. انا محظوظ. انا قلت لك انسان محظوظ. محظوظ متطرف جدا في حبه. ربما انا مقصر يعني في ان اظهر تقديري لهم. لكني متطرف جدا في تقديري لهم داخليا يعني. يعني كلمة متطرف مغالاة يعني انتم. هلا بعد اخر يعني. يعني انا اقول. المتطرف يعني قد تكون بعيد عنهم قصدك. لا لا متطرفا. المغالاة يعني في. في حبهم. في حبهم. واخن بدون. بدون. ما احفظها المسافة يعني. ربما. ربما احاول. واخن لماذا حبيتهم او لماذا قربتهم. هل احترم قصوصيتك. التعليم. هل احترموا وقتك. لا. في اسبوع مرة. مرتين تقابلون يعني. شوف يقدروني لدرجة. يعني يقدروا كل ما يصدروا مني. تحملوني كثير قبل السوشيال ميديا وبربر عليهم بجرير والفرسدق. هم ليس. ما يحبوا هذا الامور. واجيهم بكلام فلسفي. لسنوات تحملوني. يعني. ويقدروني كذلك ان غيبته وانشغل. ليسوا من الناس اللي يعاتبون. يعني. لا اذكر ان احد منهم عاتبني ومني. ليش كذا وما اجيث. خاصة على. ترفو عالي جدا. وهذا توقع ان النموذج من ينظر لاصحابه ودائرته بنظر فاحصة. لا اجب. ولا وجد كثير من هذه النموذج. الناس فيهم الخير. فعلا. لكن علينا ان نقدر هذا الخير وان نعرف كيف يخرج من هذا الانسان. جميل. هذا ليس حصرا يعني. جميل. تسميهم اليوم ولا لاحقا ربما. لا قد. نوكلهم التحية. لهم كل التحية. بدون ذكر اسماء. يعرفون اما حتى ما يحبوا ان يكونوا لهم ظهور فيه. مترفعين عن كثير من الامور يعني. وكثير منهم. هو هم ليسوا نماذج. ليسوا نماذج حصرية يعني. نماذج مسكررة في الميتماء. لكنهم يعني جيدين في نظري انا. وليس بضروري ان يكون جيدين في نظر غير يعني. لكنهم جيدين. لكني انا اراهم بهذا التطرف يعني. بهذا الغلو. في هذه المحطات الجميلة اللي انا ربما اقفز. اقول هشه أيضا عاملة الفلسفة الجميلة الصديق والمسافة. اليد ايضا ايضا مفردة الجميلة ايضا بعد هذا. ربما انسان النجاح هذا جميل. ولكن الفشل. رايع. رايع. روايا اكيد. كيف تتقبله? كيف تراه? ليس رايعا بمعنى ما تحمله الكلمة لكنه ضروري ان يكون هناك فشل. لا يمكن ان يكون انسان لم يقع في الفشل. من التي طبيعي أن تقع في الفشل والفشل هو هو ليكبر لك عدستك في الحياة إن كنت مستوعبا في ناس تقضي عليهم الصدمات حقيقة يعني الناس لكن الفشل هو علمك طريقة للفشل لا راح ترجع لها مرة ثانية وفتح عدستك أكبر لحياة وخلاك أكثر قوة فالمثل الإنجليزي يقول الطلقة التي لا تصيبك تقويك أو الطلقة التي لا تقتلك تقويك فلولا الفشل والمعاناة في هذه الحياة لما صنعنا كل هذه النهضة كل هذه النهضة وكل هذا التطور أتى من معاناة ومن احتياج بمعنى الجانب الإيجابي في كل شيء لا توقع أنه مرت حرب أسواء من الحرب العالمية الأولى ولا الثانية على العالم قتل فيها في الأولى حدود 20 مليون في الثانية حدود 50 مليون لكن لو ننظر لها بجانب إيجابي أحيات المليارات الإختراعات اللي حصلت في هذه الحرب الاحتياج الحربي العالي جدا والبراءات الإختراعات اللي سجلت في تلك الفترة في الطب وفي الطيران والتكنولوجيا والطيران النفاث والاتصالات اللي صنعت ما نحن فيه في هذا الأصر سحبت تلك الفترة 100 سنة من الاختراعات في 10 سنوات لأنه فيه احتياج حربي عالي جدا وفيه فلوس بتضخ وهذه الفترة ناس خارجوا من المعيار الذهبي واصبحوا في المعيار النقدي صار يطوعون الفلوس كذا بغباء بسمعة يعني بطريقة معينة كذا فهذه الاختراعات أنقذت المليارات الآن الطب طائرات التي تنقذ المرضى تأخذه من بلد إلى بلد يقال أنه لو لم تقوم تلك الحروب لربما الآن بدانا شكل الطيران المدني طفان متى فشل كثير من حطات أنا أفشل فيها وهذا لا أراه فيه حرج لكني لا زلت أفشل لم أصل إلى ما أسبوع لي لازلت أتعثر وأقوم خصوصا أني لازلت في بداية تجربتي وهذا أمر طبيعي جدا استدعي موقف معين أنا لا أندم على ما حصل لي نهايا ولو عاد بالزملة فعلت ما فعلت ماليا وإن كان المال ينقص الجميع الكل عنده مشكلة مع المال وعنده سعي حثيث لجل كسبه وحق مشروع الجميع فلا أذكر أني لا أظن أني يجب أن أندم على شيء فعلته لأنه ما وقعت فيه هو سبب أنا شخصية الآن هي مجموعة من القرارات الفاشلة والناجعة فألغيت الجانب الفشل فرا ألغي جزء كبير من نفسي فأنظر للفشل من هذا النظر كيف ما زلت نعيش معك كتجربة معينة الآخر كيف أنه أيضا إذا تقطع العلاقة بينك وبينه كصديق هو قد يراك أنك فاشل أنت ما عشت طب إيه حقه من حق شخصا يصنف كما يرى وفق ما يراه هذا خسران هذا علاقة أنا دايما أنا عذرا أنت في 2011 لم يكون هناك وظيفة قد يكون هناك مساندك وداعمك لا لا هنا جانب آخر هنا جانب مهم جدا الشعور بالامتنان يجب أن يبقى معك طول عمرك حتى لو قطعة العلاقة حتى لو قطعة الغراقة يجب أن تعترف فيه في أي مكان يستدعي أن تعترف فيه وثقافة الامتنان يتعفف عنها لكثير الأسف وهي من أهم الأشياء اللي أحاول أنا حتى أن أبرزها في كثير من مواقف وكثير من قاتل يجب أن أكون ممتنا الامتنان أصلا هو أساس الحياة عشان تكون إنسان سوي يجب أن تكون ممتنة لله وأن تشكر الله وأن تحمده بشكل مستمر ومكرر هنخلال ذكارك الصباح وذكار المسأ الامتنان الامتنان هو ما يشعرك بالإطمئنان وهذا ترى شيء علمي نفسي يدرس هذا الجانب أتوقع مرألي هذا في فترة كنت أقرأ في سيكولوجية الإنسان لكن أن تبرز امتنانك لشخص قدم لك خدمة يجب أن تكون مدينة كما قال المتنبي إذا كرمت الكريمة ملكته وإذا كرمت الكريمة مرد أن تكون ممتن واجب عليك أنت تتخلص من هذا الامتنان هذا طبع كسير لكن أن تكون ممتن ليس نبالة منك بل واجبا منك لتقدير ما قدم لك واجب ليس مثالية منك أو من خلال هذا الامتنان تريد أن ترسل لناس إنك إنسان متواضع لا لا هذا واجبك هذا نظرتي أنا أنا لو أحدث عن أشياء مسلم بها يعني هي نظرتي أنا للحياة قد تكون خاطئة قد تتغير قد أزلت أنمو وألهث ألهث خلف المعرفة لكن أن تكون إنسان سيء فأنت أظهرت ما ما تخفيه للناس وهذا جانب آخر يعني هناك خوال الإنسان يعني دائما تقولي هذا جانب آخر جانب آخر دائما بجيب لك موضوع آخر لا لأنه تعمق فيها ربما تصبح حلقة برعا محاضرة فأحاول أني نحن أنا أصلا أقتطف هذا البستان يعني كل البستان اللي عندك ربما ربما الكلام لما يشوف ما قصة أنا بقولك قصة من ألف إلى الياء لا بشوف كل مرة أدخل في حق المعين وأخذ الوردة الحمراء ثم الوردة الصفراء ربما لا تجد في بعض الحقول إلا وردة واحدة ربما حسب بس أنا أراه هكذا يعني على أساس أنه ربما الآخر يعني يشعر فيها في نقطة واحدة يعني أنا عقبني تحدي اللي صار لك في 2019 إذا ما خالب ظني أيوة لما قررت أنت 130 كيلو أيوة أثم حطمة 130 كيلو وزنك كان وقررت أنك تعمل نفسك أنه أعمل تخفيف الوزن وربط هذا البطن أيوة أنا أعملت قصمة ممكن ما يعرف كثير من الأمور التي أطرحها أنا ما كنت أطرحها في صفحتي يعني ليس لشي لا أظن أن الناس تهتم بهذا التفاصيل حقيقة يعني ولا أريد أن أشغل مثلا في صفحتي أنا أقول هنا مقابلة يعني تستدعي أن يكون في هناك حوار رعية أيوة 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 أنا في 2019 قررت أن يعمل قصمة قررت عنها قررت عنها أمكن ثلاث سنوات قبل ليس لحرص مني حتى أقرأ بشكل عميق بس ربما لتردد عالي جدا لكني عندما أثرت الفرصة قلت أبقى نادما أفضل من أن أبقى ما تحصيرني أن أندم على فعل فعلته أفضل من أن أتحسر على شي لما فعله وأبقى مع هذه الحسرة لكن قال حاجة وقدم الخطوة وعرف أنه كانت خطأ بدل من أن أتحسر طول عمري لو كنت فعلت فتقدمت لها بعد طبعا لم تكن خطوة شوية كنت ثلاث سنوات ونقص أني فقط أكون جراح ما دون غرفة العمليات كنت عندي ولو شي بسيط عنه حتى عن مستوى تغذية والعراض فقمت بالعملية وهنا رجع توفيق الله دايما أنا مهضوظ جدا أكررها بتوفيق الله الله دايما ما يوفقني في كثير من الأمور وأنا أرى أنه الجانبين يعني ليس سبب هذا مننا من الله نحن ذلك جانب آخر فالحمد الله بعد تلك العملية ما جاءتني الأعراض التي كنت أقرأ عنها ربما لأنني كنت أعرف الطريق الذي يسلك فيه فأعرف أين أمسك قبل المطاب أين الحفرة بعكس الذي يقدم على شيء ويجي طاير ثم يضرب في الحفرة في المطاب تصح ربما يصل بس متكسر يعني لأن الاكتئاب قزك وهذا الأشياء ما جاءتني كثير فيها عراض اكتئاب وتصابط الشعار اسفرار الأسنان كثير رحول لوعة طبعا ترحولات حاجة طبيعية لوعة والقي كثير يعني لكنها ليست بحجم كل ما تعاني في تلك الفترة ليست بحجم المعاناة التي تعانيها مع الوزن مع الوزن نفسه أنك تعيش مع ذلك الوزن أكثر بكثير من تلك المعاناة التي رح تعانيها في خمسة وستة أشهر عمر استدعي هذا الأمر يعني ممارس رياضة لكن بصعوبة لكن الحمد لله عدت تلك الفترة واتت بعدها كذلك فترات رائعة في حياتي والله فتراتها جميلة والله أنا أقول لك لما أريد أتيك من كل التقاهات يعني فيها أشياء جميلة يعني لما استدعي المحطات التي عشتها في نحيز وعملية الفانوس والإنترنت وأيضا البحث في 2011 كنت أبحث عن هويتك عن مفردة عقلية جميلة عن من أنا عن هل أستكن لهذه الأهواء والنزاعات الفكرية أن أكون كما الموجة الموجة يعني أكون معاها يعني سراحة محطات جميلة وفيه أيضا في هذه المحطات أنا أريد أعيش وعيشت معك الفلسفة ماذا كيف تنظر إلى الفشل كيف تنظر إلى الصديق ومن هو الصديق وأيضا المسافة وأيضا المفردة فندارة المسافة نعم وأيضا المسافة واللقب الطوفان وغيرها أيضا والدك الله رحمه سكن القنة محاد بن مسلم قطن أنه كيف يعطي الإنسان ربما ما يراه على أساس أن يستدعيه وتكون ملتزمة مع هذه المفردة يعني تكون أيضا القانب من حياته ربما تركيبته فيه قانب ما زال عندي يعني القانب الشعري والقانب أيضا السوشيال ميديا وقصتك معه أيضا أعطي بعض البورناراما إن صح للتعبير فيه عملية الشاعرية وإيضا السوشيال ميديا أيضا أنت صارع محتوى ووضعت نفسك في هذا الموقف إن صح بين القوسين يعني لأنه موقع حساس أريد الآن أعيش معك في هذا اللحظة أين انتهيت يعني ما ريد من أول بديت يعني السوشيال ميديا خلال في تقربة هذه هلوى حسب طموحاتك وأحلامك وأيضا وقد فيه تحديات أيضا أنا كلها في تحديات أعيش معك صراحة فعلا تواصلتي معك تحدي كبير وأنت ظهر في شاشة يراها الكل على اختلاف أراءهم وقناعاتهم هناك من يراك مدهش وهناك من يراك لا يهضمك وهذا أمر طبيعي أن لا تهضم بالعكس أنا أرى مواشر جيد أنه يكون فيه من لا يستطيع إلا يستسيغك هذا يعني أنك بدأت توصل للجميع لكن التحديات نعم هناك تحديات شخصية وفيه تحديات عامة في هذا الجانب تحدي العام كيف تظهر بما تريد بتلك النظرة التي عندك للناس لا تكون متصنعا وأن لا تهذي بما لا تعرف وأن تحافظ كذلك على بقعة الضوء التي سلطت عليك تحدي كبير أن تستمر في هذا الجانب وعلى المستوى الشخصي نعم هناك من يحاول أن يجرك إلى مستنقات سيئة في هذا العالم من خلال تواصلوا معك سوان على الخاص وفي لقاءات يعني عابرة في هناك أشياء ما كنت أعرفها في الحقيقة وظهرت لي هناك يعني جوانب سيئة وجوانب إيجابية جوانب الإيجابية بس ماذا ما يطلب منك يعني يجي يقرك المستنقع ما هو المستنقع يقررون إذا ما كنت منتبه في هذا العالم وما عندك حصانة أخلاقية عالية راح تنجر إلى مستويات الأخلاقية هكذا طوفان هل أنت أني يعني انفعالاتك لحظية لأي موقف ولا عندك منهجية خلاص يعني بدت تتبول ورا عندك يعني تقول لا أنا خلاص أنا الوضع الاجتماعي مالي أو ما أطرحه قد يكون اجتماعي تاريخي معلوماتي وقبل فترة كنت لا ذكرت الأزمة التي فيها الغرق وكذا إن لله وإن الله يراجعون يعني هذه دخلت فيها يعني أنا ما عندك حدود ما عندك إطار ما لدي أطرك لا شوف أنا أريد أن أقول متأرجح إنه ليست صفة سيئة جميلة أنا لست آنيا بمعنى بمعنى هذه الكلمة لكن أني بشر أتفاعل ولي ردات فعل مثلي مثل أي شخص آخر لكنني فعل أن أحاول أن أكون آنيا في طرحي لأنه تعطي حال الناس إنك لازلت تدفعك يدفعك الشباب خصوصا نحن شباب في مرحلة سنية مبكرة والآنية هي المسيطرة علينا فإن أظهرتها للناس وإن جبت بعضها شيئا جيدة راح تحكم عليك الناس إنك شخص فعالي رهين لتلك المشاعر الله ضيئا وللأسف كثير من هذا الطرح موجود في تويتر حتى من ناس كبار هو اللي خلانا ندخل في خلافات في كثير من الأمور كيف قصدك 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 كبار في سن لا لا الكتاب علماء حتى بعض الكتاب للأسف لها عدة معنى حتى تخرج الآنية من كثير والناس على مستوعة عالي جدا مفروض إنه ما يكون في تلك الحدة في تلك اللحظة ويندم ويندم نعم هل تنتقد الآن ما يحدث الآن في السوشال ميديا ما عندي كثير نعم لا يعني أنت الآن حدث في انتقادات كثيرة للشباب اللي بيحاولوا الآن يعملوا دعم لمنخفض اللي فترة ماضية وفي تصوير وفي تصوير الناس ويعطاق أنا أنا صلت الضو على مشكلة قبل قبل هذا الفيديو راح كثير لف ربما كل رجاء سلطنا حصل أكثر من خمسمائة نسو مليون مشاهدات في فترة قليلة جدا فيديو اللي انتقدت فيه المسألة اللي طرح الإجازة أنا لم أنتقد لم أكن أقصد بتلك الانتقاد شخصا واحدا أو نهجا كنت أقصد النهج وللأسف وللأسف هناك شوف نحن نطالب دائما الحكومة بأن تقدم لنا حقوقنا شاطرين جدا في هذا الجانب في تويتر وإلى آخر وهذا حق مشروع للكل لكننا لا نطالب أنفسنا بحقوق المجتمع والحكومة تقدم مواجبات واجباتنا الوطنية تجاه وطني أنا أعيش في هذا الوطن وفي ظل هذا الرخاء وفي ظل هذه الحكومة الرشيدة التي استمرت معنا لأكثر من 270 سنة ولا تستمر حكومة بهذا العمر إلا إن كانت تعي ما تفعل مطبل بيقولوا لك بعيد عن التطبيق لا بيقول لك أنا لم أكن مطبل لا لا أنا الآن أحدث عن نجة نظر لي لأول مرة أقولها علي قبل أن أعرف حقوقي أن أعرف حقوقي الغير علي نعم بواجبات قبل أن أبحث عن صديق جيد علي أن أكون صديق جيد نعم في المقام الأول وقس على ذلك كل الأمور زين نحن نطالب دايما هناك ترندات في التوزير وفي آخر تطالب يواضح لحقوق وهذا حق مشروع كفلوا النظام قبل أن يكفلوا المواطن لنفسه لكننا لا نطالب أنفسنا بأن نكون فعالين في هذا المجتمع فيما يخدم القيم العامة ويخدم هذه المؤسسات التي تدير الشكل الإجتماعي وللأسف 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 هناك من يستغل ويتخلى عن مسؤوليته الاجتماعية ليكسب ضوء وشهر ومال ما تسعى له أسعى كلنا نسعى للمال لكنني لا أسعى للمال في طريق الخطأ أو في إثارة حفيظة مجتمعي ولا في وفق قيمي التي وضعتها لنفسي وأتحمل مسؤولية نفسي كفرد في هذا المجتمع وفي هذه الدولة إذا تخليت عن مسؤولية الاجتماعية أسأل حاجة شوف يقول نيتشا رغم اختلاف الكبير معه يعني إنه في هذه الوقت من يجلب المال هي التفاهة هذا قال كلام قبل 200 سنة و300 سنة التفاهة تجلب المال في كثير من الأحيان كثيرا كثير من الأحيان هي اللي من تجلب المال في هذا العاصر وأنا كأي متابع في التواصل الاجتماعي لا أجد مشكلة مع من يصنع الترفيه الناس بحاجة يجب الترفيه بعض يوم عمل شاق بعض ضغوط في الحياة يريد لما يفتح تلفونه ويضهك ويستمتع يرى مقلب هذا حقه طيب هذه الفئة من الناس اللي تقوم بهذا المحتوى الترفيه هي موجودة من أول تجمع بشري لكن الفرق الآن أصبح معها تلفون وبطاقة فيها اشتراك ونت وصار يكسب مال والنجاح مغري جدا للناس والنجاح كثيرا عند الناس هو مال في كثير من التعريفات المنطقية أنا لا أقول التعريفات المثالية التي صدرتها لنا الحكمة وإن كانت صدرتنا الكثير من الأشياء اللي جابيه النجاح عند الناس كم يكسب هل وصل الحرية المالية أم لا إن وصل الحرية المالية بعيدا عن الطريق يعني ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلا فللأسف عندما هذا الشخص اللي يقدم احتوى الترفيه هي يصدق نفسه إنه بيصنع شيء للمجتمع ويصدق المجتمع على إنه إنسان ناجح فيصبح جيلنا عبارة عن مكررين لتجارب ليست جيدة ربما لأنه فعلا رأى إنه كسب والعبرة في الخواتين لدى كل الناس ما حصل مال حصل لما دخلت هذا الجانب لا أخفي كأني أقحمت فيه قبل دون تخطيط هذا من حسنات أصدقائي يعني أن يقحموني في هذا الجانب قد كررتها قد قدمتها هذا الأيضان في لقاءات سابقة تكررها وتؤكدها مرة أؤكد أنه كثير من الناس اللي هم فضل عليهم في هذا الجانب ولا أخفي أسماؤهم أقحمت لماذا رأوا فيني ما لم أراه في نفسي والمؤمن مرآة لأخيه رأوا أني أصلح لهذا الجانب وما كنت مقتنع كنت أحب أقابل الجمهور أكثر من أن يصور في شاشة لكن أقحموني في لايف كنت مع الشاعر عاصم بن عاطف في لايف وطلب مني أن أكون مع في هذا الليف وقدمنا لايفات ثلاثة واربع لايفات بعدها بدأت أن أستنهال علي وبدأت أشعر بهذا الاهتمام ومن هنا بدأت أنا أصور المشهد واقس الحراكة الموجود في الساحة فوجدت أن الساحة بحاجة لنموذج شبابي جيد وحاولت أن يسعى لأن أكون من يوجهك في صناعة المحتوى الموضوع نفسه من اللي توجهك المواضيع هل هي مرقع لكلمة آنية يعني هاللحظات أيضا موضوع معين تبحث عنه تضعه ولا لك أجندة معينة تضع عن نفسك أنا بعد بعد تلك الفترة اللي دخلتها تواصل اجتماعي بدأت أصور فيديوهات كذا وما أعرف كيف طريقة التصوير ولا أعرف طريقة البحثة ولكنني أصور وحاول أن أأتي بما أحفظ لأنني أنا كنت قبل أن أقحم في هذا كنت لأكثر من 12 و 13 سنة متطلع بشكل مستمر ولازلت يعني لم أصل لمرحلات تؤهلني ربما لم أناع فيها الآن لكنني من حسن حظي أني وجدت نفسي في مكان يجب أن أستمر فيه وأستميت لأن أبقى فيه وأقدم لأنني وجدت موشيرات جيدة أراها جيدة جدا من الطبيعي أن يكون شخص كبير في السن يتعرف عليك في مكان عام أمر طبيعي بمعنك تظهر في التواصل اجتماعي ومن الطبيعي أن ينسوك الناس إذا توقفت على النشر ذلك أنا رهين للمحتوى الذي أنشره لست خارقا ولست صاحب تأثير كبير على المجتمع أنا أنشر محتوى وفق هذا المحتوى بما أنه يلقى تعليق في التواصل اجتماعي من الطبيعي أني أجدني شخص في مطعم في مكان يقول لي محتوى جيد لكنني سأنتهي بانتهاء عن هذا المحتوى ما لم أخلق أثر كبير وهذا ما أسعى إليه حتى أبقى في ذاكرة هؤلاء الناس وهذا المشوار طويل كيف تحافظ عليه الديمومة هنا مهمة جدا بما أنك أنت خلاص وقحمت أن تتحدى نفسك أن تكون في تحدي دائما مع نفسك ليس مع الآخرين بمعايير معينة نعم تقيس تجربتك قبل سنة والآن ما هو التقدم ما هو التطور الخطة مهمة كذلك لكن هناك ما يلقي الخطة أحيانا التدخلات المفاجئة هذه التي ترفعك أو تنزلك لكن لازم أن تكون مستعد أن تأتيك الفرصة وأنت غير مستعد أن لا تأتيك الفرصة وأنت مستعد أفضل من أن لا أن تأتيك الفرصة وأنت غير مستعد وتعيش طول أمرك فيها سلام فهجب أن تكون مستعد لتلك الطلعة التي راح تأتيك وهذا الاستعداد اللي خلاك في رمضان تعمل حلقات يومية استمت جدا تساقط شعر رأسي في تلك الفترة يعني هذا مستعداد وخطة عمد نفسك ورد معينة أنك أنت لازم تظهر كل يوم نعم كنت كان تحدي أني أظهر مخرج ثلاثين حلقة في رمضان وبعيدا عن الجامعة وعنا أمينها مختلفة ربما أدبية وأحيانا في بعض في نهاية الحلقة وجدت نفسي أمين لما أنا في الإجتماع والمجتمع اللي أعيش فيه والأشياء التي نلمسها يعني الأدب يبقى هروبا من الواقع في بعض الأحيان أريد أهر من واقعي في أسماء قصيدة جميلة وأسماء قصة حلوة لكن الناس تهتم بما تراه بما تشعر فيه وتحسيه نعم جميل والماليك تهرم كان في بداية سؤالي عن السوشيال ميديا الآن وبعض الدعايات التي تحدثت من بعض الشخص في عملية إبراز الناس اللي عندهم نعمل يعني يعطيهم أموال لقدام الكيميرا ما رأيك أنت كيف ترى هل صاحب شهرة تبحث عن الشهرة وإذا أنت علقت عليهم هل أنت أيضا تبحث عن الشهرة هنا سؤال السؤال هنا هل يتعرف من اللي يبحث عن الشهرة ومن اللي يبحث عن التوازن من المرقع الحقيقية اللي أرقع له إن كنت تبحث عن الشهرة في أن تعدل الخطأ إلى صواب فطريقك مفتوح وحقك مشروع لكن أن تبحث عن الشهرة من الخطأ فتحمل ما يأتيك الخطأ يبقى خطأ بعيدا عن نيات الناس لا تملك شعة صينية حتى تكشف ما في داخلك من نية طيبة أو سية يجب أن تظهر الجانب الجيد دائما الجانب الذي يفهمه الجميع لا تقول لي أنا صورت شخص لأنه طالما مني هذا التصوير لكنك تعرف أنه خطأ وأنا وجدت كثير من برات هذا الجانب كثير للأسف من أنت جته الساحة التواصل الاجتماعي ناس صغير مسؤولين لا مع مجتمعهم ولا مع هذا الوطن لأنه عايش دائما على إثارة الجدل وهذه موجودة قبل في الغرب ليست في الغرب أنا أعطيك قصة من أيام الحجاج هناك عرابي وهذا نبهني له أحد المتابعين أنا دائما أستفيد من المتابعين بشكل كبير قال في عرابي في زمن الحجاج وكثير من الأمور البحث عن الضو هو موجود التواصل الاجتماعي سهل العملية بطريقة سهلة جدا في الغرب ربما يمشي الشخص عاري ليبحث عن الضو لأن الموضوع صالف العالي أنا جدا صار هناك ما تدخل هذا المجال بهاتف نفسي الآن من كيميرا تسناب تدخل 20 ألف شهريا في ناس تحصل فقط 20 ألف وهذا شيء غير منطقي أنا لا أحسدهم وحييهم وأرى أنهم ناس أذكية أنوا استغلوا الفترة ويعرفوا أن هناك فترات قادمة وما راح تجد هذه الفرصة في هذا الجانب أذكية لا يعني أنه ويت لكن أعرف أن أنا أحترم شخصي لاستوعب الموقف والمشهد في الغرب وصل هناك إلى أن شركات هي من تدير المحتوى ودعايا تكلها جدا أنت تأتي كرجل آلي تصغر وتذهب ولك 20 أو 30 بالمئة لازال أما هنا لازال ملعب في يدك 100 بالمئة أنت تأخذ الأرباح كلها فذلك هذا المال الذي ينهار ينساب عفوا على المشهور خلا بدون عقل ولا يعرف تكلم الأمام الكيميرا وإذا خف عنه الضوء أنا مثلا أنا أحدثك عن نفسي لست بعيدا عن أي بشر آخر إذا خف الضوء في حسابي أشعر أنه غير مرتاح ولا أعرف السبب عندما تدخل إلى الضوء الخروج منه صعب ومؤلم وكذلك البقاء فيه صعب ومؤلم وأحيانا يحرقك وهذا تجد كثير من المشاهير وصل إلى الانتحار لم يتحمل ذلك الضوء وهناك من هناك من عادي خفت عنده الضوء وعادي إليه بفضيحة متعمدا أن يكون في هذه الفضيحة حتى يرجع إلى الضوء الضوء خليه بدون عقل وللأسف ما في سيطرة على هؤلاء لم يحترم المجتمع اللي يعيشوا فيه لم يحترم الدولة التي ترعاهم وتكفل حرية التعبير بل أخذوا في كل شيء مثير الجدل تناقشوا حتى في إجازة حتى في حياة طالب ذهب إلى المدرسة يريدوا أن يخاطروا بحياة هذا الشخص وهم ليسوا مؤسساتها ولا ولا أصحاب نفوذ ولا سلطة غبية حتى تصدقهم لكنهم بحثا عن تغريدة لتظهر في حساب أخباري في النسجر والحساب الأخباري متيتغذى عليهم ويقول بعدين هذه وجهة نظر كلنا نعرف ويعرف أكثر مني أن الموضوع ما له أي علاقة بوجهة النظر حصل نفسك طوفان أنت لن تقع في هذه المطبات لاحقا ربما إذا لا تدري أنا في تجربة يعني عذرا للآخر قد يقول أنت الآن ما زلت في بداية نعم تشوار هذا العمل الاجتماعي وأنت ما زلت يعني ربما والعكس أنا لي ربما الشرف أنه أشوفك بعد عشر سنوات وأرخل هذه اللحظة لشخص قادم يعني نهم في المعرفة في الفلسفة وربما يكون يعني بيكون له بصمة هل هذا التدفق المالي ما بيأتيك ربما تضعك في أنت في نوع ملل إذا جاني والله أريد ضو أيضا في أي قضية تريدها يعني اتصال من من فلان يا جمع أنا أريد تكلم في فلان في القضية الفلانية ضد الدولة وضد المؤسسات لا لا عشان تلفت الانتباه أنا شوف أنا لا أخرج نفسي من كوني بشري وإنساني يعيش في هذا الناس ولا يعني أجد يعني ولا أرى نفسي مثاليا أو محصنا ضد هذه الأمور تبقى للنفس البشرية وتبقى هناك حظة ضعف تضعف فيها وأغلب من وقعه في هذه المستنقعات هي كانت حظة ضعف سواء مستنقعات ردية أو مستنقعات يعني سيئة أخلاقيا وضع في موقف فأنا لم أكن فيه فلا أعلم نفسي ماذا كنت سأفعل لو كنت في ذلك الموقف ربما هو كانسان جيد مثلي أو أكثر مني هذا وارد لكن ربما تركيزي تركيزي على ما سيحدث وتخيل ما سيحدث ربما يعيق أو يكون حاجز بيني وبين نقع في تلك السداجة أنا قلت لك عالم افتراضي لا على أساس أنه ما نحيش عالم نموذقي نحن والناقش ربما الوقع في خطيئة ما يتراجع أو يقع يعني مهما كنت يعني نحن بشر وأنت قد تقع في هذا طبيعي جدا ولك مبادي يعني خاصة المعلنة طبعا اللي خلاص اللي بدأ في السداجة وربما في عملية اللعبة وأنه عمل نكت هذا خلاص هذا كاركتر ما له أتوقع وحق بشروع للناس أن تظهك وأن تنظر لهذا النموذج ما تقدر تعمل أنت خلاص ما تقدر تلبسه أنت كطوفان لا 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 يناسبني أنا لا ما راح أجيده راح أفشل فيه ولكن ما تحكم عليه أنه فشل إذا خرج عن إطار عن الأخلاق في الأخلاق نعم أما يضحك الناس وهذا طبيعي موجودين ما بقي البشر تنظر التصوير الآن في هذا في العطايا الآن في الدعم سيئ كيف أنت لا يحسب سيئ يتنافى مع أهمية التعاون ويخرج من إطار أن يكون التعاون والعطاء من معطي محق إلى مستحق يصبح في ضو تقدر نعم هذاك الزمن هذاك الإنسان اللي صورته الآن قد تمضي به الأيام ويصبح إنسان عنده حرية مالية وفي حال أخوه ما راح يتعب تلك اللغطات التي أخذت في فترة ضعف كان يعيشها أكيد كثير من ناس مروا برحلات سيئة في حياتهم ثم انتقلوا إلى الحياة أفضل لكن ما في هناك من وثق لهم لرحلاتهم السيئة ولو في حد وثق لهم لرحلاتهم السيئة سيدفع الكثير ليتخلص منها الناس تحب تهرم من الماضي كلنا نهرم من الماضي فلماذا أنا أوثق ماضي لشخص كان خارج عن إرادته في مرحل الضعف بعيدا عن الرياء هذا مسألة أخرى لوجهة نظر فيها العطاء برياء لوجهة نظر حتى ممكن نستخدمها في خدمة المجتمع ما مشكلة عني أن يعطي إنسان برياء بنسبالي في بعض الأمور حتى يشجه المجتمع لكن أن أوثق لحظة صعبة لشخص ربما يتغير الأفضل وأن يبقى ماضيه موجود بين الناس أنا ظلمت هذا الشخص قبل ما أظلم المعطي أول ما أظلم شخص آخر فأنا احترام للمتلقي لهذا المال يجب أن لا يصور ذكرت الآن بموقف آخر لما في بودكاست لأثير في القزيرة مع دكتور فيصل قاسم الأخيرة الأخيرة يعني لما يتكلم عن نفسه بدون صور يعني أنا بس ذكرت الموقف أنه أيضا شخص قد يتكلم عن تقربته بدون أن يوثقها بصور ولكن أيوة استدعاء قد يعني ما يخجل أنه ربما واحد يقول أنا كنت فقير متقع والآن صرت غني أو صرت إعلامي وصرت هكذا على أساس أنه ما نربط أنه لا لا حاجة مختلفة تلك نعم ربما بدون توثيق أيوة وتجربة ناضجة وصلت إلى مراحل من الضوجة العالية جدا فالناس تحب تعرف تفاصيلها بعد سلما تكون تجربة ناشية مثلي أو مثل غيري في هذا المجال الناس تحب تعرف كل تفاصيلها وهو كذلك يشعر بالفخر أنه خرج من مرحلة سيئة جدا إلى مرحلة عالية جدا نعم للتاريخ تلك لكنه لم يقبل ولن يقبل غيره بأن توثق له لحظة كان ملابسه رثا أو كان يطرب حتى لو وافق عليها أنا عندي أيضا معايير وأدبيات أكيد أنا ما مليت من حديثك صراحة ولو خذنا ساعات بنقلس ساعتين ثلاث ساعات بدون ما يملل آخر بسببك أنت لا الطوفان صراحة بتدفق معي في كل يعني لو فتحت كل خزنة بأقد فيها بعض الملفات الجميلة ومع ذلك صراحة ملف الوضع الاجتماعي أنا ربما ألخصه أن الطوفان عنده مبدأ ولديه أنه أتكسب من هذا الجانب أيضا له معايير في هذا الجانب أنا جانب التواصل الاجتماعي ما أحاول أن أصل إليه وقد لا أصل إليه أنا أكون نموذجا جيدا في طرح محتوى يرقى بالمجتمع أحاول ولا زال طريق طويل وإن لم أستطيع أن أطرح أن أصل لتلك المرحلة أن أخلق خطا يستطيع غيري أن يسلك في هذا المسلك وينتج أفضل مني والأكيد أن هناك كثير والكثير منهم أفضل مني ويشاهدني الآن لكنه لم يتخذ الخطوة التي أقحمني فيه أبو أحمد الله يحفظه لم يصل لتلك اللحظة لكن لازال المجال واسع فأنا فقط أشجع وهذه بعد الكياميرا التلفون أخذت الان الكياميرا 250 كم أخذتها قبل سنة أخذت إضاءات أنا الآن لازلت في السالب يعني في الجانب يعني لكني لا أمانع أن يكون في هناك ريع ريع ودخل للحساب ما في مشكلة معي إن كان المنتج جيد جيد ومقبول لدى الناس يعني لكني أنا أطلب من إحيان داعيات مكملات غذائية وشيء لا أعرف عنها السفينتك فوق الطوفان هذا السفينة تقري في الطوفان آه ربما أين تصل أين سوف توصل يعني أنا أعطيتك بعد آخر أنت الطوفان وهذا السفينة اللي أنت طموحك رغباتك نجاحاتك هي السفينة اللي تمشي على الطوفان اللي هو أنت أين ستصل السفينة أين ستصل السفينة ماذا تريد أن تصل أنا أظن أنه الإنسان لا يصل لا يصل نهائيا دائما هو جايع إلى الأهداف وإلى الاستمرار وكلما وصل إلى قناعة معينة وقال أنا خلاص سأكتفي إن كنت أملك بيت وملك سيارة معينة وزوجة وأبناء سأكتفي سيجد نفسه يبحث في نزاع آخر وفي عراق آخر وسيموت وهو يبحث خلف هدف لكن هذه ميزة الإنسان أظن أنه من أهم ميزة الإنسان أنه لا يصل لأنه بهذا الاحتراق وبهذا الجهد الذي يقدمه يبني الحضارة يبني النهضة نعم لو كان الإنسان يكتفي لكتفت كذلك الحركة أو العجلة عجلة الحضارة لأننا لا نكتفي الحضارة تتقدم دائما للأمام وانا ما بكتفي معاك حتى أختمها ربما قانب الشعر لن أتمكن أخذه اليوم بشكل كامل بس يعني ببداية لما بديت معاك أسمح للمقاطعتك يعني قلبك وطن وفي قصيدة أخرى أريدها نختمها فيها وربما لحظات تعاملية تعطينا فيها من الأشياء الجميلة اللي عندك ممكن أنا عندي قصيدة ما يحدث الآن من هجوم غاشم على إخواننا يعني يستدعي كل إنسان عربي ومسلم أن يقف معهم ولو بكلمة وإن كانت الكلمة لا تكفي وإن كنا لازمنا نشعر بالخذلان وبأن خذلنا إخواننا بعد أربعين وخمسين يوم من تلك الأحداث بعد سبع أكتوبر أتى من يقول لي إنه هذا شيء مفتعل ويبرر للغاشم والمحتل ومن يتشدق بالديمقراطية إنه كان ردة فعل للدفاع رغم إنه أي دم سقط في تلك الأرض المسبب الأول والأخير هو الكيان الغاص لأنه هو من أتى ومن أحتل فأي تابعة أتأتي بعده هو المسبب فيها فاكتبت قصيدة في هذا الجنب قلت لا بارك الله في النفوس اليائسة اللي تموتنا ونحن عايشين مهزومة الموقف وأيضا عابسة حمالة الراية بدرب الفاشلين تحبس بنادقها كتمة يابسة المجد عداهم وهم تغافلين المجد عداهم وهم تغافلين لا تشرح الموقف معي وتلابسها الحق بين والجهالة باينين الحق بين والجهالة باينين المجد ما يحويه إلا سايسة ما يسمع الوعاظ وشيوها العرين أبطال لو ترمي الهدف وتغايسة بمياء وخمسة في كبود الغاشمين تلقم بها أفواه كانت بأخسة من قبل ما تنصف بها الدرع الحصين واللي غزاهم جو واللي يابسة ينظاف اسمه في قبور الحالمين طبع الشقي يحلم وعينه ناعسه يغريه في الواقع خيال الداعمين واللي على المبدأ ويده حابسه جمره على رغم الشغاء والظالمين النصر يعرف رأي تهوي لامسه والنصر ما هو الرجال اللي يائسين سلامت سلامت ماشاء الله يميل قصيدة ثانية لقلبك وطن هي ثلاثة واربعة بيات بنيت كلها على البيت الأخير أريد أسمعها عذب المشاعر قبل ما أكتب هذه القصيدة كنت أكتب قصايد كذا فيها من الفلسفة فيها يعني من المهم كانت جافة يعني القصايد التي قبلها ليست فيها شيء من العاطفة فأشعرت أني بحاجة لهذه العاطفة لأستدعيها لنفسي وإن كانت ليست لأحد أو لمن يعني ليس بالضروري شعر أن يكتب لأحد فقلت عذب المشاعر يا القوافي صادفي أنا عن قصد أو من دون مليت الوجاج مليت الوجاج الوما الملع عن قصد أو من دون مليت الوجاج في بحر من نهوى أنا ومجادفي نركب عباب الموج في طوب وهياج يا فاتنة لطفا بعينك لاطفي قلبا بحبك ما يحب الاحتجاج جازف وانتي كيف لو بث جازفي يمكن يشوف الكون في عينه زجاج قلبك وطن يحتاج قائد عاطفي وأنا أبدو ربالة بالاحتياج بسلام 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 لسانك بسراحة أنا طفت في هذا الطوفان معك في هذا الحلقة اللي قلت لك مهما تكلمنا فيها ننص إلى لا نهاية كما قلت الإنسان لا يمكن أن يكون دائما عنده هدف واحد الهدف يتطور ويتحسن ويكون هدف أعلى ويستمر في هذا الحياة طوفان السماحة طوفان المسافة بين الآخر والعلاقة طوفان اللغة وآدابها طوفان أيضا يعني كيف يحتكم للعقل وأنه لابد أن يعطى للبلد والوطن واقبه هو حقوقه فبالتالي الآخر لابد أن يرد هذا الواقب بصراحة عشت معاك أيضا طوفان يعني كيف يرى يعني صداقة خلاته يتقدم إلى السوشيال ميديا إلى وهذا أيضا هذا أمر كان أصيل معاك ووقفه معاك على أساس أنه وقدوا أنه هذا وقدوا فيك عندما قلت في نفسك في شيء قلت أنت ما تخيلت نفسي في هذا الموقف صراحة أنا ممتن لك وأقول لك بعد عشر سنوات وأنا أعطي عشر سنوات بس فقط لي ربما لمسافة لما قلت الآن أنت في الثلاثينات من عمرك وليت تسعين أنا أربع وثلاثين سنة بهذا العقلية بهذا الزخم بهذا المفردات بالبحث عن الحقيقة دائما في حياتك سمح لي أني طولت عليك كثير ولكن أنا ممتن وأقبطك وأقبط الشباب يعني أقول له الشباب يقبطوا هذا الرجل ما تحصدونه يقبطوا على سنتصلوا إلى مرحلة إلى مرحلة الصفاء الذهني حب الوطن لا يمكن أنه يكون إلا بأدوات عقلانية دينية طولت عليك أنا كثير ولكن أشكرك صراحة أبو محمد أقول لك أبو محمد أنا أول مرة أدي سمي نعم أبو محمد في هذه الحلقة لأنه تفاؤل تفاؤل بك معنا يا عمد أضرب أبو محمد والله أنا أولا أشكرك هذا اللقاء الرائع وهذا السفر الجميل اللي خليتني أستدعي ما لم أكن أستدعيه في حالات أخرى هذه اللحظات من التجلي كنت سببا فيها وكنت يعني ربان هذا السفينة بحق بالطوفان يعني أنت كنت ربان وأنت يعني وحقيقة المذيع الناجح هو ما يخرج أفضل ما عند الضيف وإن كنت تحفظ على الأفضل لإني لازلت أرى نفسي أحب فيما أسمو إليه وأنا ما زلت أقعك يعني حقيقة وأشكرك أولا لهذه الكلمات الرائعة لهذه النظرة الليجابية والجميلة وأشكرك كذلك لهذا الظن الحسن الذي تظنه بي وأتمنى أن أكون على هذا القدر من التوقعات بس أقول لك ما زلت لم أفتحك الكتب الكتاب وعبات الصفحات لم أأخذ إلا صفحات الإنسان أنت يعني حسن بن مسلم بن محاد بن مسلم قطن الملقب طوفان أشكرك شكرا جزيلا وأنقل عنه أيها المشاهد وإيها الذي تستمع لهذا طوفان الجميل الفلسفي أن العلاقة لابد أن تكون هناك مسافة بينها لابد أن تكون حذرا بلتك العلاقة لأن المسافات هي التي تعطيك خط رجعه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم